تسأل تقول يعني قرأت في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي أن بعض الشيوخ يقولون بأن هناك صحابة من الجن وذكر أسمائهم هل هذا الكلام صحيح وما الدليل على ذلك أختي الفاضلة أم محمد من ليبيا أولا بالنسبة لمسألة الصحابة من الجن نعم الله عز وجل ذكر بأن الجن التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبة يقول جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فالتقاء الجن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثابت ولذلك كل والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن بعث إلى الثقلين الإنس والجن ولذلك دعوته أيضا متوجهة إلى الجن كما أنها إلى الإنس الأمر الآخر بالنسبة لتعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك واضح من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان ومرتد مثلا هذا والصحابي من الإنس ومن الجن طيب الآن نأتي إلى الجن الجن عالم خفي عنه الله عز وجل أخفى الجن عنه ولذلك قال تعالى إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم فبالعموم نحن ما نرى الجن حتى يعني كلمة الجن مكونة من حرفين الجيم والنون وهي من حروف الإخفاء فهم الله عز وجل أعطاهم صفة الاختفاع عننا إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه طيب الآن كيف نعرف بأن هذا الجني ما زال على الإسلام مثلا أو مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بقي مسلم حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما نعلم فذكر أسماء الجن حقيقة هذا ليس له أصل إنه والله من من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من الجن فلان وفلان وفلان أنا في حدود علمي واطلاعي ما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من ليلة الجن اللي أسلم فيها قال فلان 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 ما عندنا شيء من هذا فأما إثبات أن من الجن صحابة نعم من الجن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بل أصبحوا دعاة ولوا إلى قومهم منذرين يدعون قومهم إلى الإسلام وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكن إنني مثلا أقول والله إن فلان فلان من الجن هذه أسماؤهم من الصحابة أنا لا أحفظ في هذا شيء وأعتقد بأن ليس له أصل يعني من حيث ذكر الأسماء بارك الله فيك